أستاذ دكتور كامال درويش هو أحد رموز المهنة عندنا بالنسبة لنا وهو يعني زي بنسميه عميد العمداء اللفظ ده ما جايش عليه من فراغ نتيجة خبرته في العمل الإداري وطبعا خبرته الأكاديمية اللي هي الكبيرة جدا في مجال الإدارة الرياضية اللي هو تخصص نحن ويمكن كان ده الناتج بتاعه لما شفناه لما كان متولي قاسة نادي الزمالك يمكن نادي الزمالك الأفضل النتائج اللي اتحققت في المجال الرياضي في عهد الدكتور كامال درويش على المستوى الأكاديمي يمكن هو من أنجح القيادات الأكاديمية اللي يمكن مرت علينا بعلمه وفكره وخبرته وإسهاماته ومساعدته للصغير قبل الكبير ودعمه لل يعني احنا بنعتبر نفسنا حتى أولهاده خاصة أن احنا يعني تعيننا وتعلمنا واخدنا ماجستير والدكتورة وترقينا في وجود دكتور كامال وهو من الشخصيات القوية جدا الشخصيات صاحبة القرار وده يمكن أحد المميزات الكبيرة أي أنه صاحب قرار بياخد القرار بعد دراسة بياخد القرار بعد دراسة وحكمة أو لما بياخدوا بيبقى في حلولها مشاكل كتير أولا شكرا 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 شكرا